نرجع لهنا في حاضر دون كاميل عويش حاضر بحذينا نحكيه على رئيس مهرجين الفيلم بانوراما الفيلم القاسير في دورته سابعة كاميل مرحبا بيك بالكل شيء نورت القناة الوطنية وهذا الصباح مرحبا صباح خير يناس فحنور تحييي لك وتحييي كل المشاهدين الوطنية أين ما كانوا طيب نحكيه على المهرجين هذي البارح في الأيام كان في دورته لولانية كاميل اليوم احنا في دورة سابعة برك الله صحيح الدورة السابعة عملناها في 200 ثقافة عملها من 8 إلى 10 فيفل 2022 بقعدة هذا الشيء بال200 ثقافة نحن نشكر للمركز وعد الناسين مع السورة والمكتبة السلمية التونسية نشكر سيدة الجامعين الأولياء والاستقراء الموقعين للوقف ومعهم الدعمون هو المهرجين نسنع على المدى الثلاثة أيام عملنا يعني حثور معنات كامبلي معناتها حمدوله لناشت تحكيم أولا عنده جمهور كامل من دورة لدورة المهرجين وتعرف أكثر أكيد كل دورة لدورة عندها جمهور معناتها وحبين نقول أنه هو أول مهرجين تونسي خاص للأفلام القصيرة أحنا نعطيه أفلام رواية قصيرة أفلام وثيقية قصيرة وأفلام متحركة الأصحاب الأفلام هذية كيف يتعاملوا معكم يعني أنت تتصل بهم كفيل تتواصل معهم هم يحبوا يعرضوا الأفلام متاحهم صلب المهرجين جمهور خاص للمهرجين هذية والنوعية هذه من الأفلام هو ذي في الشرق سامحونا نرجعوا للصور لطن اللي نعطيه شريبا نايب النريق نرجعوا للصور بس ما لو تسمحوا سيد المخرج إذا كان ممكن نشوفوا شوية الأجواء متع الدورة السابعة الصور هو على فكرة أنه البيب ترى الشحات يجيون عبر المواقع الإلكترونية أنا موقع هذوما الصور قاعدين نروا فيهم لأجواء الدورة السابعة مهرجين بانوراما الفيلم القصير بالحقيقة اليوم نقوله إنجازة كل مهرجين ينضاف للخارطة متع المهرجانات في تونس وكل مهرجان يتشبث مولي بأنه يكون متواجد وبعض المهرجانات نعرفه اندثرت كمال وما شديدش صحيح ولسبب أو لآخر ما نلقوهاش موجودة أنت شديد صحيح حبيبت أقول إنه بالنسبة على سؤالك على المشاركات فمعنا موقع خاص منصة خاصة معنا صنع الأفلام يبعطوا الأفلام القصيرة لتعامهم إن شاء الله قد نحضر إن شاء الله دورة الثامنة دورة الثامنة إن شاء الله في فيفري 2023 إن شاء الله بدأت تحضير لها زيدا كمال؟ بدأنا نحضر فيها إن شاء الله البيب ترى الشهارة إن شاء الله تنتلق من واحد من واحد جويلية حتى يتواصل حتى 31 أكتوبر أي والدعوة لشكون لهنا؟ الدعوة للمخرشين صنع الأفلام سواء في تونس أو في خارج تونس وشيركم معنا حبيبت أقول إنه بعض العروض في المتينة الثقافة عملنا عروض في مدرسة سليمائية في نيبل في كرومباليا وعملنا نزيلة أخر عرص عملنا في جامعية مسرحة للأبداع للأحرار في القربة نحن نتعلم للمشاهدين إن شاء الله عارص للأفلام المرتوشة في المهرشين في نيبل قد ديش عددهم الأفلام المتوجة كمان؟ يخذوا فكرة شوية لأنه هذي يهم الناس اللي تعطي أفلامها وتدخل معاكم من كل الشراكة ولكن هي تدعم المهرجين بطريقة أو بأخرى عنا خمسة أفلام متوجة في المهرجين عنا فيلم فيلم من بحرين فيلم من المغرب فيلم وثيق من لبنان فيلم من شبل الأسود بعد من مودي نيكرو بعد عديد من ضيوب حبيبت أقول إنه نعطيه إن شاء الله نرسم فيلم الافتداح اللي هو فيلم حيات المغرب شمال في المكامول بشكل موجودة ندعو الجمهور حميم السوسة بشكل موجودين معنا نهار السبب 21 مي 2022 بدار ثقافة علي تعاشي بحميم السوسة والدخول بشكل دخول مجاني وبداية الثالثة ونصف مساء أنت اخترت هذية كمان اليوم لأنه بالحق مهرجين قلت وعد وقعد منه من عام العام نحسوا أنه قعد يشتد العودة متاعه نهيك وأنه ولا عنده هالبعد العربي ولكن الدخول قعد مجاني كأنه عندك أهداف أخرى يعني تخدم برشة غرام في المهرجين هذية كمان والله الحقيقة الحقيقة حبينا حبينا جمهور حبينا جمهور يدخلوا مجاني حبيتوا تغرموه في السينما؟ تغرموه الحمد للأخر دورة دورة السابعة كانت وسيل الإعلام الأجنبية وحتى كما قلت تغرموه الحمد لله الناس مغرومين بالأفلام ويحبوا على الأفلام القصيرة نحن دخلنا البعد العربي نجمون دخلوا البعد العالمي نتصور كنا نعرف التموحة كمان يعني تشتغل نتصور على الأبعاد هذي الكل أكيد فهم دورة العالمية وصلنا عطيت من الأفلام خاصة الأفلام جينا من أستراليا من موتينيكل حتى من برازيل عمنا بعروض عمنا من برازيل وعديد من عروض أخرى حبيت أقول للناس المغرومين نقولوا ما أحبب بهم حبيت أقول نحب نشكر عندكم صفحة على الفيسبوك ونختم بهذا كمان عندكم حاجة يتوصلوا فيها معاك؟ أنا صفحة على الفيسبوك أنا نمر الهاتف الفيسبوك الفيسبوك بانورام اندرنشنال شرط في الفيسبوك الفيسبوك رقم الهاتف الموشورة ما هو الواتساب خمسين ساعتاش 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 نشكرك أنت كمان لأنك أنت تلم بمحبة كبيرة هالجمعة اللي ذكرته الكل ونعرف اللي تخدم بمحبة كبيرة في المجال هذي شكرا لك كمان شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك لذا واجبنا ونفرق لراك نجح أنت وغيرك وكون عنا عديد المهرجانات وخاصة في السينما